عايزة أقول لحضراتكم أن النهاردة هانا جودة فازت بالمركز الأول في جائزة دبي للإبداع الرياضي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي خلال هذه الجائزة حصدت هانا جودة بطلة أفريقيا والعالم في تنس الطولة ولعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر المركز الأول في جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي وهذه المسابقة جرت مراسمها اليوم الأربعاء في قاعد جميرا في دبي وحصدت هانا المركز الأول بعدما صعدت للنهائيات بالجائزة ضمن أفضل ستة رياضيين دونال 18 سنة في الوطن العربي وجرل تصويت الجماهير بعد ذلك يعني زي ما حضراتكم عارفين دايما أي حاجة فيها النادي الأهلي يعني النادي الأهلي بيكتسح كل هذه الأمور وهنا اكتسحت بالفعل وحسمت المركز الأول وبجدارة وبعد هذه الفوز بالجائزة أعربت هانا عن سعادتها الكبيرة بعد فوزها بالجائزة اللي وصفتها بأنها ذات قيمة كبيرة بالنسبة لها لما هذه الجائزة من تقدير عالمي كبير بجانب المجد الأدبي الذي حققته بفوزها بها كما فاز بالجائزة جانيا إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما ساهم في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها عالميا وحصدت الرياضة المغربية عدة جوائز كأفضل منتخب يستحقوا الحية هذه الجائزة ويستحقوها عن غدارة المنتخب المغربي كأفضل منتخب مبدع بعد وصوله إلى نصف نهاية كأس العالم 22 في قطر وفاز وليد أرك راكي بجائزة أفضل مدرب أرك راكي المدير الفني للمغرب يعني وحكم كرة القدم بشرة الكربوبي كأفضل حكم عربي بجانب جائزة السوفيان البقلي بطل العالم في ألعاب القوى وجائزة بالملاكمة وحصلت دول تونس والجزائر والعراق والسعودية والكويت على عدة جوائز أيضا نال الرياضيين الإماراتيين جوائزهم في كل فروع الجائزة وكبار صغارا وكبارا لما قدموه من إبداعات غير مسبوقة الحقيقة هنا تستحق مننا كل التقدير خلال هذه الفترة هنا واحدة من المبدعات في عالم الرياضة المصرية وفي عالم تنس الطولة نتمنى لها رب دوام التوفيق خلال الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر